حط الفراخ مع المحش في الفرن هتاكلي محش زبدة وأحلى فراخ ما شوية عندك أزايز أو برطمنات ولا هتفرقع ولا هجرى لها حاجة في الفرن محش مركز مستوف بهاريز الفراخ خلطة كده جبارة ولا محش الجزر وجماله اللي ما جربوش لازم يجربو شايفين الجمال دي سبايك دهب يلا سمي الله صلي على رسول الله شجعيني بأجمل لايك وتعالي نشوفي المحش الزبدة ده تعمل ازاي أولا هقول خلطة الفراخ سريعا في الكابة ضربت بصلتين على طمطمتين ناعم حطيت معلقة من العسل الأبيض معلقتين من بهرات الفراخ المشوية فلفل سود كسبرة نشفة جنزة بالبودر وكمان معلقة من توابل الشرق الأقصى لو موجودة لكل فرخة معلقة كبيرة ملح وهبتدي أقلب التدبيل تدبيلة لذيذة وخطيرة للفراخ المشوية للوقتي هجيب معلقة سمنة كده عشان الفراخ تاخد لون ايه حلو في الفرن الفراخ عندي متزبطة معمول لها محلول نقع وأهم حاجة بعد ما تخسليها تصفيها كويس جدا جدا وكمان تنشفيها عشان التدبيلة ما تبقاش خفيفة وتشرب التدبيلة مصبوط آخر إضافة بحطها للتدبيلة عصير لامون وهبتدي بقى تدبي للفراخ بتاعتي كويس قوي وهسيبها نص ساعة ساعة لغاية ما جاهز ايه المحشي يعني بتدي بالفراخ وركنيها تكون التدبيلة دي بقى تدبيلة خطيرة للفراخ بتاعة الفرن يا جماعة لازم تجربوه وده محشي الكرومب جاهز ومتقطع نزلتلكوا الفيديو بتاعه من يومين هسيبلكوا اللينك في التعليقات عشان طبعا ما طولش عليك الفيديو نيجي بقى المحشي الجزر وجماله ومحشي الفلفل الشطيطة بصي الكرومب ما يحلاج غير بالمحشي الشطة وبالجزر بصوا بقى محشي الجزر من ألزة أنواع المحاشي اللي ممكن تجربوها لو أول مرة تسمع عنه الموضوع سهل وبيتقور زيه زي البتنجان هتقشر الجزرايا وبعدين إيدك تبقى مستقيمة وابتدي بالمقوار قشريها بص هفصل طبعا قلب الجزرايا عشان ممكن أخزينه وأعينه في تدبيلات في شربة بحطه في الفريزر مش هارمي قلبه طبعا وهبتدي أقور بالنسبة لمحشي الفلفل الفلفل الطويل ده منتشر دلوقتي في الأسواق بجيبه وأقسمه نصين وأوره عشان أطلع قلب الفلفل وبيوب ألزيز قوي قوي وسط محشي الكروم عايز أقولك خلي إيدك مستقيمة وانت بتقوري محشي الجزر عشان ما يكسرش كمان لو انت مش متعودة تقوريه يستحسن تحطيه في مياه دا في نص ساعة قبل التأوير هتلاقيه بيتقور معاك سهل جدا يلا بقى خلطة المحشي الجبارة أنا أول ما قولي يا محشي لازم أمسك الرز أخسله وحطه في مصفل ما ينفعش تحطي الرز كده بالمياه اللي فيه كمان بروح بشرة البصل كمان معلقة من هارسة الفلفل الأحمر وهارسة الفلفل الأخضر ودول عملناهم مع بعض شايفين لون هارسة الفلفل الأخضر الناس اللي قالت هتبقى بني وهتبوز تحفة حطيت معلقة من التوم المفروم حطيت كمون وكسبرة وفلفل اسود وبهارات محشي والسر بقى بهارات المحشي دي بتودي المحشي في حتة تانية وبتلاقيها عند أي عطار هبتدي حط الملح وفروقي بقى الرز مع البصل والإضافات ويسيبي تشرب بالجمال ده كله ودي تكة حلوة قبل ما تضيف الرز للتغذية لو ما عندكش هارسة فلفل تقدري تفرومي فلفل في الكاب عادي وضيفي الخلطة المحشي أنا هنا طبعا بفرز التغذية وكنت نزلتلكم بالفيديو بتاعها بتسهل علي كتير قوي التغذية اللي هي بنصفر البصل وبعد بنحط الطماطم تتسبك وطبعا عليها سمنة وزيد ننزل بقى بالرز بالخلطة اللي عملناها ونشم أجمل الروايح على فكرة أنا أوقات بضيف توم وأوقات لأ يعني حسب إيه رغبتي أنا عندي والدتي وأهل والدتي ما بيحطوش توم خالص على المحشي والجزء بتاعها ماتي اللهم مبارك شغالين بمحشي بالتوم فأوقات يجي لي مزاجة حطة أو لا اكتبي لي في التعليقات بتحطي عليه توم ولا لا دلوقتي بقى حطيت السمنة حطيت الزيت مش هكتر سمنة بس معلقة كده على الباني كتر الزيت بيفال في الخلطة المحشي وهنزل بقى بالخضرة وبكتر الخضرة على قد مقدر دلوقتي بقى هجهز التواجد ومحضرة عندي بقى برطمنات إزاز اللي عندك كلنا طبعا عندنا برطمنات وأزايز بتبقى فاضية أهم حاجة تكون إزاز يعني إزازة زيت زاتون مثلا إزاز إزازة خلي تفاح عندك برطمنات مربة زي كده يامو ريانا هتفرقع هقولك والله ولا هتفرقع ولا هيجرى أي حاجة الوصفة دي أنا بعملها من 3 سنين والله مبارك واخدى 3 مليون مشاهدة على اليوتيوب بصوا بقى أنا حطيت في أعرض طواجن العيدان بتاعة الكرومب حطيت برضو العيدان بتاعة الخضرة هنا بقولك بقى على تكات معينة كده وانت بتحشي ورقة الكرومب زي ورقة العنب يعني احشي عن ناحية اللي فيها عروق وخلي ناحية النعمة هي اللي بره اللي هي ما بقاش فيها الرز كمان وانت بتحشي ما تحاوليش تجيبي زيت من الخلطة يعني إيدك الشمال تبقى نظيفة عشان الورقة ما يجيش عليها زيت من بره وبالتالي يجلد مع التسوية يبقى إيدك الشمال نظيفة عشان ما يجيش فيها زيت وإيدك اليمين هي اللي بتلف بصوا بقى محش الجزر ومحش الفلفل بستخدم المقوار عشان إيه أدخل كده الرز كويس الله على جمال محش الفرن بيبقى مركز وطعمه حلوة قوي كمان نسيت أقولك أول ما تحطي الرز على الصلصة تقفلي النار على طول ما تسويش الرز عشان الخلطة تبقى مصبوطة اللهم بارك شايفين الكمية الكورنباية حشيت طاغن وصنية وحل كمان هسويها البكرة هجيب بقى شوية صلصة من التغديعة فوق الوش وبصي بقى عايزك تركزي في نسبة الشربة اللي أنا هحطها أنا الصراحة كان عندي شوية شربة بط كده بخزن دايما الشربة في الفريزر لما احتاجها زي كده حطيت في الطاغن كوباية شربة واحدة وفي الصينية كوباية شربة واحدة فقط لغير شايفين الشربة اصلا انت مش شايفاها كمان بحط شوية مياه في البرطمان مش عشان ما يفرقعش لا عشان بس ايه يسبت الفراخ وما يبقاش خفيف ويقع يعني بتقله بجيب بقى الفرخة كتالله مبارك طبعا التبّلت قعدت ساعة لغاية ايه اما خلصت كل كمية الحشو هو المحش بتاع الفرن كده ما بياخدش كمية شربة كتيرة لان اصلا الفراخ بديستوي وتنزل بهارزها والصوص بتاعها على المحش كمان احنا بنكمره كويس وبنقفل عليه فهو اصلا بيعرق وبينزل المياه الموجودة في الكروم لكن لو محش ورق عنب هقولك لا حطي كمية شربة كويسة جبت بقى الورق الاخضر وهغطي بيه الطاجن والصينية من فوق ده بديل لورق الزبدة عشان هحط ورق فويل مش عايزا ايه يلامس صوابع الكروم ومن فوق كده عديت ورق الفويل من فوق الفرخة وهكمره بقى كويس قوي قوي وقولي عندك بقى احلى محش مركز ايه الجمال ده الفراخ بتبقى دايبة المحش بيبقى مسئي بالفراخ وبيبقى طعمه مركز يعني عارفة الحلة اللي انا سوتها فوق على عين البتجاز والله ملهاش نفس طعم محش الفرن المحش مركز مش مسئي شربة كتير نزل عليه صوس الفراخ كمان عايز اقولك اما تحط الفراخ بلاش بقى ايه البصل يبقى باين على صفحها كده عشان ما يحروقش لأ نضافي التدبيلة من فوق الوش ده زاد اصلا التدبيلة نعمة زي ما احنا عملناه الفرن بتاعك على اعلى درجة حرارة وزي ما انت شايفة كده انا حط الشبكة تحت على سكت الفرن لان الفراخ مع الطاجن والصينية ارتفاعها بيكون عالي فحطي شبكة الفرن على ايه الصاج من تحت بص الله مبارك بعد ساعة ونص تشمي بقى الجمال والحلاوة افتحي بقى ودوقي شو في المحش بتاعك استوى ولا لأ بصوا اللهم مبارك اللهم مبارك كل اللي جرب الطريقة دي في المحش والله العظيم دعاني خشوا كده اقروا التعليقات على اليوتيوب الفيديو اللهم مبارك محقق 3 مليون مشاهدة وكل شتاء لازم اعملوا احلى فراخبة شوية واحلى محش طب سيبك انت مش قادرة تلف في محش ومش عايزة تعملي محش حط الفراخ بالتدبيلة كده واعملي شوية مكرونة جنبها حطيها على الازايز على البرطمانات زي ما قلتلك اهم حاجة تكون ازاز وهتكلي نفس فراخ الشوية بتاعة افخم محلات المشويات بصوا بقى اما بنشيل الفراخ شايفين منظر الفراخ وجمالها ولا ريحتها وطبعا البرطمان بيبقى لسه فيه مية احنا زي ما قلتلك حطيني المية للتزبيد ايدك بقى خلي بالك من ايدك ببنديل كده هبتدى شيلهم وادي المحش وجماله ايه الجمال ده عايزة اقولك الصينية بصوا المية فيها كانت كتيرة رغم ان احنا اصلا ما حط نشغل كباية شربة زي ما قلتلك بيكمر وينزل ميته بصوا بقى صوابع الدهب المحش المتماسك ايه الجميل ابو ريحة جنان والفلفل والجزر بألفة هنوشفة اللي اكيد اموريانة تستهل منك اجمل تشجيع واجمل تعليق يلا اكتبولي في التعليقات رأيكم مستنية رأيكم بجد بيشجعني جدا كمال لايك وشير كتير للمحش والفراخ المشوية عشان يوصل لأكبر عدد من الناس وان شاء الله اقدم لك وصفات كتير تعجبك حبيب قلبي اتمنى تكون الفيديو ده عجبكو ما تنسوش تعملوا متابعة بحبكم في الله تعليقاتكو بتشجعني كتير كان معاكي شايماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته